قوى لا دولة تبتلع الدولة بمؤسساتها هذا هو حال العراق اليوم بعدما هيمنت الميليشيات على جميع مفاصل الحياة فيه بقوة السلاح بيد أن هذه المرة لم يكن مصدر سطوة الميليشيات هو السلاح الذي تعترف فيه الحكومة بعجزها عن سيطرتها عليه بل من تعاون خطير بين الميليشيات والمؤسسات العسكرية الحكومية لا سيما وزارة الدفاع وعلى الرغم من أن التعاون بين الميليشيات ووزارة الدفاع في العراق ليس بالأمر الجديد إلا أنه أخذ مسارا أكثر خطورة بعدما قامت أكاديميات وزارة الدفاع الحالية بزيادة أعداد المتدربين من عناصر الميليشيات بنحو خمسين ضعفا وفق تقرير معهد واشنطن الأمريكي للدراسات وسط ترجيحات بتطوير كلية تدريب مخصصة لميليشيات الحجدة وبحسب تقرير المعهد الأمريكي فإن ميليشيات الحجدة حرصت على أن تكون جميع عناصرها المدربة في وزارة الدفاع الحالية متعاونة لا سيما وأنها ستعيد توزيعهم على مواقع مركزية ومهمة بعد حصولهم على التدريب اللازم في الناصرية وينتد خطر الميليشيات من مدن وسط وجنوب العراق إلى المحافظة الشمالية حيث تواصل دعمها لميليشيا حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والأموال الحكومية من أجل تقويض استقرار العراق والمنطقة كما تشير تقارير محلية ودولية فميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة على قوائم الإرهاب العالمية تعد ورقة ضغط أساسي على تركيا التي لا تنفك بمطالبة السلطات الحكومية بالتصدي لها مطالبة تصطدم بجدار التواطئ الحكومي فلم تكتفي السلطات في العراق بعزها عن فرض سيطرتها وإثبات دورها بل حولت مؤسساتها إلى جهة داعمة لهذه الميليشيات بمختلف صنوفها بعدما عاثت في الأرض فسادة في السلساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني وكيف لا ورئيس الوزراء الحالي انبثق من تحالف الإطار التنسيقي الموالي لطهران اشتركوا في القناة